في الدروس السابقة شاهدتم أمثلة عن الطاقة وقانون حفظ الطاقة وكانت القوى التي تعمل في النظام قوى محافظة درس اليوم عن فقدان الطاقة بسبب الاحتكاك لكن أين تذهب الطاقة؟ هذا ما ستتعلمونه في درس اليوم إذا علمتم أن مجموعة كتلة دراجة هوائية وراكبها يساوي 90 كيلوغراماً الكتلة رمزها M تساوي 90 وKG اختصار كيلوغرام بدأت الدراجة السيرة من حالة السكون من أعلى تلة تمتد حتى 500 متر هذا الخط المنحدر يمثل التلة يبلغ طول هذا الخط المستقيم 500 متر هذه 500 متر ويميل عن خط الأفق بزاوية 5 درجات هذا الخط يمثل سطح الأرض وهذا هو ارتفاع التلة إذا علمتم أن هناك قوة احتكاك مقدارها 60 نيوتن تعيق سير الدراجة انتبهوا أن هذه قوة الاحتكاك وليست معامل الاحتكاك الحركي مما يعني أن مصدر الاحتكاك غير محدد قوة الاحتكاك نرمز لها بالحرفين FF وتساوي 60 نيوتن M تعمل باتجاه معاكس لسير راكب الدراجة السؤال هو احسب سرعة الراكب أسفل التلة يبدأ راكب الدراجة رحلته من الأعلى هنا هذا هو الراكب لكن المطلوب حساب السرعة في أسفل التلة وبما أن الراكب بدأ من أعلى التلة فهذا يعني أن لديه طاقة كامنة لذا يمكن استخدام مبدأ حفظ الطاقة الميكانيكي أولاً ما مقدار الطاقة التي انطلق بها راكب الدراجة؟ انطلقت الدراجة من أعلى التلة وهذا يعني أن الطاقة الكامنة هنا هي طاقة وضع الجاذبية ولأنه انطلق من حالة السكون فلا يوجد طاقة حركية الطاقة عند نقطة البداية هي طاقة وضع الجاذبية طاقة الوضع ورمزها PE تساوي الكتلة ورمزها M ضرب تسارع الجاذبية الأرضية ورمزه G ضرب الارتفاع ورمزه H تساوي الكتلة 90 في تسارع الجاذبية وهو 9.8 متر في الثانية تربيع ضرب الارتفاع لمعرفة الارتفاع طبقوا حساب المثلثات يمثل هذا الضلع من المثلث ارتفاع التلة هذا هو الضلع المقابل وهذا الوتر طوله معلوم وهذه الزاوية خمس درجات تعلمون أن جيب الزاوية يساوي المقابل على الوتر أضع حرف H هنا للارتفاع الجيب وهو ساين الزاوية خمس درجات يساوي الارتفاع على خمسمائة وبضرب الطرفين بخمسمائة فإن الارتفاع يساوي خمسمائة في جيب الزاوية خمس درجات إذا كان جيب الزاوية خمس درجات يساوي صفر فاصلة صفر سبعة وثمانون الارتفاع يساوي خمسمائة ضرب جيب الزاوية خمسة وهو صفر فاصلة صفر سبعة وثمانون خمسمائة ضرب ساين تساوي 43.6 ارتفاع التلة يساوي 43.6 متر عوضوها في معادلة حساب الطاقة 90 ضرب 9.8 ضرب 43.6 باستخدام الآلة الحاسبة 90 ضرب 9.8 ضرب 43.6 هذه تساوي 38.455 نيوتن متر أو جول ورمزه جيه لاحظوا أن طاقة وضع الجاذبية كبيرة ماذا يحدث لهذه الطاقة عندما يصل الراكب بدراجته إلى أسفل التلة؟ أين تذهب طاقة الوضع؟ هل تتحول طاقة الوضع كاملة إلى طاقة حركية؟ هل هذا ممكن بوجود قوة الاحتكاك التي تحاول إعاقة الحركة؟ وبالتالي استهلاك الطاقة الميكانيكية؟ ولا تنسوا أن قوة الاحتكاك هي قوة غير محافظة أي أن الطاقة الميكانيكية لا تحفظ في هذا النظام فإذا وضعتم الطاقة الابتدائية تساوي الطاقة المفقودة بسبب الاحتكاك زائد الطاقة النهائية الطاقة الابتدائية لهذا النظام هي طاقة وضع راكب الدراجة وتساوي حوالي 38455 جول أي حوالي 38.5 كيلو جول يجب حساب الطاقة المفقودة بسبب الاحتكاك الطاقة المفقودة بسبب الاحتكاك هي الشغل السالب الذي تبذله قوة الاحتكاك ما المقصود بالشغل السالب؟ يتحرك راكب الدراجة 500 متراً في هذا الاتجاه إذن طول هذه المسافة 500 متر ولكن الاحتكاك لا يعمل في نفس اتجاه حركة الدراجة بل في الاتجاه المعاكس عندما تؤثر القوة في اتجاه معاكس لاتجاه الحركة يكون الشغل سالباً لذا فإن الطاقة الابتدائية ورمزها EI ذائد شغل قوة الاحتكاك السالب ورمزه WF يساوي الطاقة النهائية ورمزها EF ولا تنسوا أن الشغل سالب عندما تؤثر قوة احتكاك في النظام وتبذل شغلاً سالباً فإن الطاقة النهائية للنظام ستكون أقل من الطاقة الابتدائية أي طاقة وضع الجاذبية الطاقة الابتدائية تساوي 38455 جول ما مقدار الشغل السالب الذي تبذله قوة الاحتكاك؟ تعمل قوة الاحتكاك على امتداد 500 متر على دفع راكب الدراجة إلى الخلف بقوة مقدارها 60 نيوتن أي أن شغل الاحتكاك يساوي القوة في المسافة سالب 60 نيوتن لأنها عكس اتجاه الحركة ضرب 500 وتساوي الطاقة النهائية ما مقدار الطاقة النهائية؟ ستون ضرب 500 يساوي ثلاثون ألف اطرحوا ثلاثون ألف من ثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وخمس وخمسون لتجدوا أن الناتج يساوي ثمانية آلاف وأربعمائة وخمس وخمسون جول وهو مقدار الطاقة النهائية لكن ما هي الطاقة النهائية؟ عند هذه النقطة أصبح راكب الدراجة على مستوى سطح البحر لم يعد لديه طاقة وضع لذا فالطاقة هي طاقة حركية والطاقة الحركية تساوي نصف الكتلة M ضرب مربع السرعة ورمزها V تربيع M هي كتلة الدراجة والراكب وتساوي تسعون تسعون ضرب نصف تساوي خمسة وأربعون بقسمة الطرفين على خمسة وأربعون تجدون أن مربع السرعة يساوي مئة وسبع وثمانون فاصل تسعة السرعة تساوي الجذر التربيعي لمئة وسبع وثمانون فاصل تسعة السرعة النهائية ورمزها VF تساوي 13.7 متر في الثانية لاحظوا أن الطاقة لم تحفظ بالكامل فقوة الاحتكاك أهدرت جزءا من الطاقة لكن هذه الطاقة لم تختفي بل تحولت إلى حرارة فمثلاً عندما تفركون أيديكم ببعضها تشعرون بحرارة لكن ما مصدر قوة الاحتكاك في هذا المثال؟ ربما بسبب تغير سرعة الدراجة الهوائية أو الرياح أو ربما نتيجة زلاق الدراجة أثناء النزول من التلة بغض النظر عن مصدر قوة الاحتكاك في هذا المثال فقد تسببت في هدر الطاقة الميكانيكية وتحويلها إلى طاقة حرارية لأنها قوة غير محافظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر